ترجمة نانسي قنقر طبعاً الموضوع له علاقة بأهمية الاستدامة نحن نتكلم أن 80% من الإنبعاث سببه الطاقة سواء استقلاك الطاقة أو توليد الطاقة وده في بقرة التكنولوجيا وبقرة إتمامة كشركة Schneider Electric وعشان كده إحنا مشاركتنا في EGIFS هدفها أن إحنا نتواصل مع شركاء الأعمال في مجال التحول الطاقي سواء الطاقة النظيفة أو سواء استخدام الطاقة استخدام الطاقة وده مش هيتم بشركة ده لازم يبقى شركاء أعمال ومثالي الكلام ده حصل له هايلايتينج في كوب 27 في مصر شرميشير وكوب 28 إن هي مسألة مشاركة كاملة ومثالة إن إحنا نعرض التكنولوجيا لكل شركاء الطاقة بإحسا إن إحنا نتعاون أكتر للتحول للتعاول الطاقي لإستدام العدف هو الاستدام تلمنا أكتر عن الإجاوات التي تخذها Schneider Electric لتعاونك تمام طيب إحنا اتفقنا إنه 80% من الإنبعاث سببه الطاقة يبقى حاجة زي كده لازم تدار تدار بشكل حكيم سواء من ناحية التوليد ندور على كما بنقول كده استبدال بإحنا ندوع لمصادر طاقة نظيفة تمام سواء الطاقة المستدامة الطاقة رياع والماناجرنت إدارة الطاقة دي سواء توليد لناحية تانية استخدام الطاقة إزاي نعمل نستخدمها بشكل فشنط وفعال تمام ونقلل الاستخدام كل ده لا يتعبت إلا بإيه بإحنا التعب واللي ما نقدرش نجيسه ونقدرش نعسنه طيب أول دقطة إحنا بنبدأ عرضها في التكنولوجيا بتاعتنا هو التحول التقني أو الديجيتال ترانسفورميشن تمام التحول الرقم ويتعاولوا الرقمي ده بيخلينا نقدر نقيس ونتابع نمونيتور وانتقال إحنا قفين هنا قدام شاشة من الحاجات اللي بتواري كلام دوت إننا نقيس المستوى عشان أعرف مفروضة حسن أردي وبعدين أتابعه وبعدين بعد ما أصلحه نقدر إيه أكمل التطوير الدقني سايكل التطوير الدقني فده أول حاجة للديجيتال ترانسفورميشن الثاني جزئية احنا تكلمنا عنها مصادر الطاقة الغاز مثلا مثلا أو الفوصل فول للقوقود الحفوري ده إزاي نستبدله بوقود كهربي أو طاقة كهربية عندنا في مجال استخدام الطاقة فيه حاجات كتير قوي بتستخدم الغاز أو بتستخدم السولار فو وده احنا بنقدر نحاوله لطاقة كهربية اللي هي فعالة 100% حريك عارفة انه الطاقة الفورية أو الطاقة دية دي تكنولوجيا من سنة 1800 مبنية على أو الكفاهة بتاعتها ماكسيمم تبقى 20% لكن لما نحاول حاجة لطاقة كهربية بتبقى الكفاهة بتاعتها أكتر بكتير فحنا بنقول الكفاهة فالتحاول هو عبارة عنه تحول رقمي ديجيتال و الكفاهة وده الكفاهة وده الحلول اللي بنعرضها النهاردة إلى الاستداع طيب بالنسبة للتحاول الرقمي زي التحاول الرقمي بيخلي عدلات التحاول الأسرار طيب 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 أول حاجة لما التحاول الرقمي مع الطاقة بتقدري تدير الطاقة بشكل فعال وتقدري تديري أكتر من مصدر طاقة للديجيتال تويندو وعمله السيميوليشن وده بيخليني أعمل من مرحلة الدزاين تمانين في المية من انبعاث الطاقة في خلال بقدر عدله خلال الدزاين في الديجيتال تويندو ده إجزامبل الإجزامبل الثاني لما أنا نهاردة بعمل الداتا بتاعتي والبرمجيات بتاعتي بقدر أعمل استباق للصيانة بتاعتي ما بسيبش من كوبتن صلى الله وده بيخليني أعمل سيفينج وبقلل الانبعاث لأن كل ما المعدة تحيد عن الدزاين بيبتدي الانبعاث بتاعها سواء في مجال استهلاك الطاقة أو تصرب غازات على سبيل المساعد كل ده أنا بقدر بالديجيتال تكنوليزي أو التحول الرقمي إن أنا أعمله غير لديتكشن قبل ما يتاع يبقى تأثيره كبير أو قبل ما يحصل بالبردكتف اناليتكس يمين جد إن شكرا جدا مشوانت بلات ابروات التلات أهلا بيكثوا